مختلف عليه مع إبراهيم عيسى السلام عليكم أهلا بكم في حلقة خاصة من مختلف عليه ليس سهلا أن يواجه المثقف أو المفكر أو الكاتب قوى الظلام والاستبداد الديني فهو معرض للإيذاء للقتل للاغتيال المعنوي والجسدي ليس سهلا في عالمنا المليء بالتشدد والغلوب والتطرف أن تخرج أصوات عن السرب أو عن الخط العام أو عن ما يسمونه بالإجماع أو سلطة الإمام ليس سهلا بل صعب للغاية هذا عالم مسيطر عليه بسلطات دينية حاكمة سواء كان الحكم والحاكم يرتدي عمامة الفقه أو الخليفة أو الأمير أو القبعة العسكرية مدعوما بالمؤسسات الدينية الرسمية ربما يظهر من صراعات المنطقة العربية والإسلامية أن هؤلاء السابق ذكرهم مختلفون تلك المؤسسات والجهات والعمائم لا ربما يكونون مختلفون فيما بينهم لكنهم متفقون جميعا على قمع الأفكار والعقائد القمع العقلي والجسدي لذا واجب علينا بل فرض عين أن نواجه وأن نستمر في طرح الفكر المختلف المخالف لتلك الهيمنة على البشر والتي تكرس بلا كلل لإهضار الإنسان وعقله وتهميشه وتحويله إلى رقم صفر لا يعني شيئا ضيفنا هذه الليلة في تلك الحلقة الخاصة صاحب كتاب بعد إذن الفقه نحن نستعير هذا العنوان بعد إذن الفقه نقابل رجلا يحمل فكرا بعد إذن الفقهاء فكر مختلف نناقش معه قضايا دينية وفكرية وعقلية بدون أن نأخذ الإذن أو جواز المرور منكم بعد إذن الفقهاء فلا توجد سلطة كهنوتية في الإسلام واحتكار للحقيقة أو احتكار لمناقشة قضايا الدين وقضايا الوجود بعد إذن الفقه بعد إذن الفقهاء حوارونا الآن مع المفكر والكاتب والبحث العراق الكبير دكتور رشيد الخيون أستاذ الفلسفة الإسلامية من التقرير إلى الحوار موسيقى 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 فإذا المأمن فرض قضية خلق القرآن كعقيدة ينشغل بها الناس فهي عقيدة سياسية لكنها بنفس الوقت عقيدة إلها فائدتها العميقة وهي أن هذا النص لم يكن يعني مقدسا جدا بحيث أنه ما ممكن أن تتأولى أو تفسر أو كذا هي قضية خلق القرآن أقول يا إخوان السحرة كما جاء في الحديث حد الساحة ضربة بالسيف والسبب لعظم شرهم وبلائهم وإفسادهم أما إذا زن الإنسان عياذا بالله وهو متزوج محصن فحده الرجم فحده الرجم للسنة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قام مسلم ونفذ فتوى الإمام الخميني بالمرتد سلمان رشدي لما تجورها هؤلاء السفرة من أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أرحب بضيف الكبير الدكتور رشيد الخيون أهلا بك فد منورنا أهلا بك هستاذ براك هل نقدر نقول بكل أسهى يعني وبكل أسف أن حركات التجديد ومحاولات الإصلاح لم تنجح للفقه الإسلامي حتى لمحاولة إعادة قراءة التاريخ الإسلامي حتى لمحاولة نقاش التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي أم نكون في هذه اللحظة في درجة من درجات التشاؤم مبالغ فيها بدليل كتب حضرتك وأفكارك ورؤاك اللي موجودة أمام الناس وبين أيدي الباحثين أنت أعطيت الجواب لأنا هي مش بالضرورة أنه إحنا لما نقول تنجح أنه لازم كل شيء ينقلب لازم يبقى أثر وهذا الأثر ممكن يكون قليل ولكن يكون مؤثر تعرفت التاريخ عبارة عن يعني أحداث وعبارة أحداث طوارئ أحيانا إحنا مثلا الصحوة الدينية اللي إجت اللي رجعتنا من السبعين إلى رجعتنا إلى سبع مئة وسبعين سبع مئة وسبعين لو نأخذ ثلاثة طيبت بتقصد الصحوة المزعومة المصحوة الدينية اللي انطرقت في السبعينيات هي غفوة بتعبير الإسلاميين بضبط فأجت أحداث كبرى أجت الثورة الإيرانية أجت قضية أفغانستان وأجت قضية جيمان جيمان صحيح هو يخص السعودية ويخص مكة لكن هي يخص عالم لأن مكة هذه لمليار مسلم فهذه الأحداث من إجت ردت أنه خلت شجعت أنه الصحوة تطلع الأحداث بالأموال كمان أطبع السبعينين دي برضو الزهو النفط النفط هي الصحوة نجمع معها المال يعني لما تجي للعراق وتجي بالتسعينات تقفل السينما شو معناها بينما في العراق السينما من 1919 و 1920 و لقد فترة طويلة في التسعينات طبعا هي أنا أقول هذه الحركات هي نجحة ناجحة نحن لما نتكلم الآن مثلا على المعتزلة المعتزلة صار لهم أكثر من ألف سنة لكن نحن الآن مستفيدين من أدهم كثير و دخلوهم في المذاهب و الأفكار اللي أسسنا عليها تنوير تمتدئ لهم أيضا و عن الصفاء أيضا نفس الشي فالمهم ما في قرن من القرون خلى من حركة تنوير هو هذا أنه معناها حركة التنوير ناجحة تنجح لكن سيأتي يوم اللي أنه هذه القوى الظلامية ما تجد إلها متكأ ما تجد إلها أساس هنكلم عن المستقبل لكن النقطة المهمة هنا أنه فيه فترات من المراحل الزمنية ينتشر فيها الظلام والتطرف و مراحل أخرى يتقلص و حصر نسبيا إيه المبررات اللي احنا عايشينها في هذه اللحظة اللي يدخل التسلف والتشدد والغلو و في كل المذاهب يعني ليس لا تخص مزاما بعينه يعني هنلاقي الغلو والتشدد الشيعي و زي الغلو والتشدد السني و هلأي الجامعات الإسلامية المسلحة المتطرفة و هلأي الدولة الدينية الشيعية و الدولة الدينية السنية ما سر يغلب على الظن أنه هذه الحركات السلبية اللي يترجع المجتمع للخالف لابد أن يكون وراها هدف سياسي موضوع سياسي الموضوع السياسي هذا أم يكون حزب يكون منظمة أم يكون حكم أحيانا قضية شخصية تقلب المعادلة و لا تتفاجأ إذا أقول لك أنه المتوكل من انقلاب على تراث عم المأمون و على عم المعتصم و على أبو الوافق لقضية شخصية المتوكل ما كان متدين على الأطلاق طب كان خليفة العباسي المتوكل المتوكل خليفة العباسي الذي توفي سنة 247 هجرية هذا الرجل كان محتقر مع أخوه عفو الوافق أخوه المعتصم أخوه محتقر في مجلس أخوه إلى درجة أنه دخل حلاق حتى يحلق شعر أمام الناس و يضحك عليه يستيزع فيه فضم هذا الأمر و كان بعد عنه الخلافة و هذول الثلاثة ما كان عندهم ولي عهد لينفكرهم معتزلي مثل الإباضية الآن ما في ولي عهد فلما جاءوا الحل والعقد اللي هما بيد بعض المعتزلة فقالوا ما فيه أفضل من أخوه المتوكل هو ليسلم السلطة من يسلم السلطة طلع أدى الجهام عدة النقص جانب الشخصي فأول ما قمع الوزراء قمع كذا كل من كان في المجلس يهين أخوه أمامهم وبعدين هذه صارت ظاهرة زيد بن علي زيد بن علي ترى مش ثورة مش صاحب ثورة لا فيه هاجز شخصي فيها وبعدين تحولت إلى ثورة هاجز شخصي شو هو راح إلى هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك عيره قال له طلعا زيد بن علي بن زين العابدين زين العابدين طبعا زيد بن زيد العابدين اللي هو أخو محمد الباقر الإمام عبد الله قتل 121 هجرية أو 122 فعيره قال له أنه أمك أمه فأنت طنع بالخلافة على أساس هو علوي فقل له أسماعيل أمه 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 أسماعيل أبو النبي أسماعيل النبي أبو الأحراب إجا للكوفة على مشكلة جاي يحققون وياه على مشكلة مالية إجا وهل الكوفة حوله قال له له هذا تكلم معك كذا وهذا طردك وهذا كذا تعال انثور عليه فما وافق بالبداية بعدين اجتمعوا حوله صار الثورة فقال راح تقلبوها حسينية مثل اللي صار مع جدر حسين فأحداث كثيرة وراها قضية شخصية يمكن القضية هذه الشخصية تتمدد مباشرة تكون سياسية وتكون فكرية طبعا مو دائما مش دائما لكن في عوامل شخصية وإنسانية عوامل تتجمع ونمى القوهر الفكرة يعني حتى العمل الشخصي ده يدعم الفكرة وينتصر الفكرة خلينا نرجع ليه النقطة فيما يخص المتوكل وقصة خلق القرآن حرك بتقول في كتاباتك انه هذه قضية يعني وكأنها طويت وانتهت في الجدل العام بينما هي قضية تستحق تكون في صدارة الحوار ليه يمسر المفروض انه دي راح فيها ضحايا كثر ويعني هو اشوف استاذ ابراهيم خلق القرآن في خطأ شائع حول بعض الناس اللي هم يميلون الى مثلا الغاء القرآن أو كذا فهم يعتقدون انه لما نقول خلق القرآن مش احنا نقول عفو لما المحتزلة قالوا خلق القرآن هم يخصدون انه القرآن مش من الله لا هذا خطأ لا القرآن منزل من الله هم يعتقدون المحتزلة يقولون ولكن القرآن حديث وليس قديم بقدم الله بما معنى انه القرآن نزل على مصالح العباد ولذلك يجب ان يفسر بال مصالح العباد فهذه قضية القرآن المؤمن من اتخذ قضية خلق القرآن وسواها رسمية اراد فكرة او ايديولوجية عقيدة الى الخلافة مالتا السبب شنو سبب ضمن الخلاف والحرب بينه وبين أخوه الأمين ابن هارون الرشيد أيضا هو كان والي بخارسان كان ولي عهد فالأمين خلعه من ولاية العهد صارت الحرب وعين ابنه وعين ابنه ابنه كان صغير بعدين من قتل الأمين صارت فوضى ببغداد والخلافة أخذها ابراهيم بن المهدي اللي هو عم المأمون وصار الفساق والفجار وبغداد صارت فساد فطلعوا المطاوعة المطاوعة اللي هم أهل الحديث أغلبهم المطاوعة لما شافوا الناس وراهم طمعوا أن تكون السلطة لهم المطاوعة بس مش بالقلب طب وما أهميت بقى العودة إلى هذه القضية اللي على أثر رفض كثيرين لفكرة خلق القرآن حصل المحنة الشهيرة أو يعني اللي أطلق عليها محنة خلق القرآن واللي فيه فقهاء وأئمة كانوا ضدوا فيه معا وفيه ناسة سجنة وتبنها أيضا المعتصم ثم يا حضر متقول لنا دي حاجة مهمة المفروض يعني نتوقف عندها المأمون جزء من أدها ولو ما فصح ولكن نحن من تقرأ أنت تبين وهي تقليل قدسية النص لما أنت تقول أنه هذه الشجرة شجرة الله أنت لا تقترب منها إطلاق لا تقول طويلة ولا تقول قصيرة ولا تقول كذا ولا تقول كذا لكن لما تقول شجرة خلقها الله ممكن أن ترفحها وتخليها بمكان تناق يعني حاولها يدور كلام فإحنا نفس الشي لما نتقول أنه القرآن قديم بقدم الله انتهت أي كلمة فيه هي صالحة لكل مكان وزمان ما فيش سياق بقى أسباب مزول ما فيش لكن لما نتقول الله خلق القرآن فهو خلقه من الأشياء الأخرى اللي خلقها فممكن هذا النص يفيد هذا الزمن وما يفيد الزمن الذي قبله وقول مشهور طبعا ينسب إلى معاوية ابن أبي سفيان يقول معروف زمان لنا هذا ليس كمنكر زمان قبلنا ومنكر زمان زمان قبل هذا ليس كمعروف زمان يأتي بعدنا فهذه القصة هي قصة تقليل النص والناس قاعدت تقتل بالنص الآن تقييد النص ولا تقييد فاهمنا للنص يعني يكونش الفاهم المغلق الفاهم الجامد إنما الانفتاح مع النص بالقرآن باعتبار إنه هو نازل لمصالح الناس وفي سياقات تاريخية لآيات وفي أسباب للنزول فده المفروض فاهم خلق القرآن متقييد بالنص متقييد نفسها بالنص هو ليش المعتزلة دخلوا التأويل التأويل حتى يطلحون من إشكال يعني في إشكال مهم مثلا إنه هذا في قضية ما أجد في القرآن فتتأول الآية ولذلك المتصوفة أولوا كثير مثلا ابن عربي من تقرأ تفسير القرآن عنده يأول لك حتى الجنة يأول لك جهنم يأولها إليك هذه جهنم السعير والنار والكذا لا يأولوها بشكل آخر المعتزلة أولوا ولهم معنا أنهم يتعامل مع الأطورة شيء استعاري بثبت المعتزلة إبراهيم النظام اللي هو أستاذ ابن عاس ابن عاس وأستاذ جاهر أول المساجد قال المساجد مش هاي البناية ندخل فيها لا المسجد هو بالنفس المسجد هو حيث نسجد هذا مسجد الرخب مسجد حيث يسجد لله أينما كان بينما إحنا الآن ما سووا في المسجد حولوا المسجد إلى صومعة شديدة وطلعوا فيها حكام ما يدخلها غير المسلم وكذا فيها وكذا فيها وإذا المسجد بنى ما يصير هدمة وحتى إذا أنه كل ما أنت تريد تبني مساجد ابني فالقصة وما فيها طلعت قضايا سوء فهم صح للنص ولكن النص نفسه هل هو يناسب فلان زمن أو لا يناسب هم ليش 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 طلع الناس هذا سبب النزول فيها أستاذ إبراهيم هناك تفسير للقرآن اتجاه اتجاه ينسب لعبد الله بن عباس اللي هو سبب النزول كل آية لها سبب نزول اتجاه على المعنى العام ينسب للخوارج اللي هو مخاصة الأزارقة يعني لما نافع ابن أزرق اللي متوفي سنة سبعة وستين هو رئيس فرقة الأزارقة قرر قتل أهم فرق الخوارج بالضبط قرر قتل الأطفال نجد اللي هو نجد الحنفي طلع من عنده فقال له كيف تقتل الأطفال شو دليلك هذا قال له عندي دليل قرآن في آية اللي هو وقال نوح يا رب لا تذر عليها فتصور يعني القصة حتى الوضع القصصي يحولون إلى بينما ذاك أسباب نزول أسباب نزول يكون صالح أو لا يكون للأسف الذين يمتدحون فعبد الله بن عباس ويتعملوا مع بعتبروا حبر الأمة هم دلوقتي الداعشون وقعدوا ينفذوا الأزارقة وينزعجوا جدا من أسباب الدزول لكن الحقيقة فيه عنوان مهم للغاية في ثقافتنا الإسلامية وفي في خناة ديني الناسخ والمنسوخ ودكتور رشيد الخيون بيتحدث عن أنه ما كان على الأمة من خطر مثل خطر اعتماد فكرة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم إلى تفاصيل الإجابة حول هذا السؤال وذلك المحور بعد الفصل إذن عدنا إلى دكتور رشيد الخيون في حوارنا حول هذه القضايا المهمة والعناوين الكبيرة اللي كمان كتب دكتور رشيد يعني زاخرة بهذه الأسئلة الخطرة والإجابة الأكثر خطورة لكن عايزة توقف عن فكرة الناسخ والمنسوخ لأن حضرتك قلت أنه يكاد يكون عطل العمل بـ 124 آية في القرآن الكريم فكرة الناسخ والمنسوخ خليني أبدأ من اللحظة الأولى اللي هي فكرة ظهور هذه الفكرة وشيوعها وعتمدها وشرعنتها حتى الآن هو صحيح في آية قرآن هي أجت أعتقد بسورة الحج يمكن أنه ما ننأ بآية إلا عن نسخها وهذا إجت لقصة هي قضية الغرانيق العلاء أن شفاعتهن لتوجداء وقصة معروفة أنه من نزلت هذه الآية واعتبرت أنه الرسول وافق على التشفع بالأصناب بطلاب وافق فقريش قالت ما عندنا مشكلة أن تهى الموضوع اعترفت الدين وخلاص فإجت هذا النسخ أنه لا هذا دخل الشيطان بين الروحي والرسول هذا يجيبها الطبير يجيبها كل المؤرخين كل المفسرين لكن طبعا اللي اعتمد عليها سلمان رجدي في رواية الشيطان لكن هذا مو معناها أنه أنت الناسخ والمنسوخ ستسوي عقيدة صار عقيدة عقيدة كيف ومتى إجى الناسخ والمنسوخ إجى مع الإمبراطوريات لمن الخليفة صار هو سلطان الدين وسلطان الدنيا فإجى الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ حتى يبقى الناس طوع الدين بشكل تعسفي بشكل قوي من هي هذا منين نفهمها نفهمها من الآيات التي نسقت إتيك البغدادي في كتابه الناسخ والمنسوخ والبغدادي لأنه كان أول الكتب لا في قبل أعتقد بس أعتقد هذا المعتمد نسخ والمنسوخ للبغدادي اللي متوفي أربعمائة وعشرة هجرية يقول بالحرف الواحد يقول إن هذه الآية وهي آية السيف اللي هي في سورة التوبة وقتلوهم حيث ثقفتموهم أو وتجي حيث وجدتموهم أيضا في آية أخرى يقول إن هذه الآية آية يسميها آية السيف نسخت أربعة وعشرين ومئة آية يجيب العيات المنسوخة من هي لا أكرهها في الدين منسوخة يجيب من هي لكم دين وكم ولي دين يجيب من هي أيها الكافر أفهمت تكره الناس أن يكون المهم حسبتها فعلا مئة واربعة وعشرين وفعلا هي إلغاء التعايش إلغاء كل شي تعلق وفقط تثبيت القتل بينما الحقيقة القتل هو هو الموسمي هو هو الموقت طارق السلام والمحبة هو الدائر يعني البشرية كيف إذا حرب البشرية تفنع لكن البشرية تنمو تنمو بالسلام تنمو بكذا هذا الناسخ والمنسوخ طبعا ما اعتمد بكتب التفسير أنه يجيب نسخت بفلان آية نسخت بفلان آية نسخت بفلان آية خطير جدا طبعا اختلاف الشيعة نسخت الشيعة أخف بقضية الناس وقول المنسوخ بس أدهم البداء يسمونها هي نفس الفكرة أنه الله بداء إلى أنه كلام آخر نفس نفس الفكرة بس هم كلهم تقريبا متفقين على هذا ليه من لين الولعب بهذه الفكرة والرغبة في أنه تقديم للمسلمين أن الله صحنا وتعالى يغير رأيه وينفي ما قاله ويتراجع في كلامه منين مع التعظيم والتقديس والتنزيه لله عز وجل منين هم رأيهم أنه يعني يقولوا شيء وعكسه ونقيده ويتراجع عنه هو إجت هذه الآية وتفسير هذه الآية كله هو اللي قط مثل ما يقول طوء أخضر لهم وبعدين هم يردون في آيات ما تنفعهم ما تنفع السلطان قضية خصب أهل الذمة المسيحيين قضية قضية الحرية العقيدة حرية العقيدة فأنت تكره الناس يعني أنت من حقك يعني فكريا أن تطلع من الإسلام القرآن يطيك هذا الحق وما في عقوبة عليه فهم هذي يسخوها لأن إذا الخليفة راح يسمح أنت تطلع من الإسلام وذاك يطلع هذا السلطان راح يهتز وهو متصورين أنه لو سمح يعني ما فيش ما فيش حد ردة يعني أنه هم متمسكين جدا حد ردة وفي كتاب لحركة العقاب يعني كان يجيب بعد شوية لكن وكأنه مثلا لو أتيح للناس أن يتركوا أتخلوا عندهم لخرج الناس جميعا دهدين هم يفكرون هم دائما نتهمهم الكثرة أستاذ متهمهم النوعية بينما قلة مؤمنين هم أكثر من آلاف غير مؤمنة هذا اللي يصير عندنا الآن اللي يحدث عندنا في العراق في دول كثيرة هذا التدين هذا ليس عقيدة ليس إيمان هذا هذا هو ضمن الإسفاف بالعقيدة هذا ثانيا الإسلام بسيط الإسلام نشأ بسيط جدا كثير من الأمور سمح فيها يعني أنا لما ننطيك الآية قضية الصوم اللي يتحول إلى قضية عقيدة وقضية رسمي متى حول الصوم إلى رسمي مش أيام النبي ولا أيام أبو بكر تحول أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي تحول إلى رسمي بينما في آية تقول لك رسمي يعني الدولة صوم يعني أنت ذات صوم تضرب بالشارع هذا القصد بينما كان لا هو ضمن حتى أنه منطيك آية موجودة ولا على أنه إذا مضطر أو كذا الشكل ممكن ممكن على وعلى الذين يطيقونه أطعام مسكين يطيقونه شو لما هم يردون يفسروها نقولهم يا با القرآن في رحمة فيها أنت نفسيا ما تريد تصن ورح أطعام مسكين ويقولك لا يطيقونه يعني أنه جدا مريض يا أخي هو قايل مريض هو قايل وعلى المريض خاص المريض هو خاص المريض فهنا الإسلام فيه سهولة فيه كذا ولكن الذي عندنا أو ما أخشأ من قول هذه العبارة أنه هو الآن الذي عندنا هو دين الفقهاء وليس دين الفقهاء أو دين فقهاء الصلاطين كمان هو ليس بالضرورة أحيانا تلقى السلطان أفضل من الفقه أحيانا كثيرة على طريقة المأمون بلضبط طيب نروح لكتاب برضو من كتب حررتك فيما يخص جمع القرآن وفيما يخص طنقيط الوضع النقاط كتاب المصاحف السجستاني وغيره من الكتب تناولة جمع القرآن وكتابة المصحف بخلينا نسأل للسؤال اللي هو يعني من الواضح أنه في دور ما حصل لمسلمين في مرحلة لحقة مع القرآن الكريم وهو جمعه وتحويله إلى مصحف من مرحلة نزول القرآن واكتمال القرآن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة تحوله إلى مصحف إلى فرض مصحف وحيد ثابت للمسلمين هنا بيودينا إلى الاختلاف فيما يخص الأحرف السابع القراءات تغير الحروف ما الذي يمكن أن يعطي كتابك جدلية التنزيل في هذا الموضوع دكتور رشيد الكتاب جدل للتنزيل هو رصدت به تاريخ القرآن إحنا من نقول تاريخ القرآن أنا ما يهمني عقاضية القرآن أناقشة من نازل ولا مش نازل من الله لا أنا أناقشة كيف صار ككتاب يعني نزل وبعدين كيف جمع فبالبداية ما كانوا مهتمين بجمع ولما صارت حرب اليمامة اللي هي يسموها حرب المرتدين سنة 11-12 هجرية مسيل مسيل الملكذة يسمونها في اليمامة سلم الحنفي الحنفي قتل كثير من القراء القراء اللي هما حفظت القرآن قتل منهم كثير فصار نوع من القلق على القرآن فأمر طلب أنه نعرفين طبعا أن الصحابة ليس كل الصحابة وربما معظمهم لم يكنوا هم يمكن 31 أو 41 اللي كانوا حفظين مثل عبدالله بن مسعود مثل كذا هم حفظين وفي كبار صحابة كانوا مش حفظين البقرة ممكن بقرة 284 فصار أنه يجمع القرآن فجمع القرآن إجا دور أثمان شو شكلت لجنة بس هنا بنكلم على جمع القرآن ككتابة ككتابة طبعا جمعت من آية كذا من آية كذا وهذه مش من عندي ولا من عند غير المسلمين هاي فقهاء يتكلمون عن تاريخ القرآن روح للسيوط شوف يتتكلم روح للباق اللاني شوف يتكلم روح حتى فقهاء شيعاء شوف يتكلمون عن كيف جمع القرآن وكيف كذا ويقولون هذه نسيت وهذه ظلت وهذه بقت وهذه ناقصة حتى يأتون أنه السيدة عائشة تقول أنه كانت الأحزاب أكبر من البقاء ولكن وضع هذا من أحد صارت القصة لكن هذا أنه المعنى القرآن هو محفوظ أنه نقول أن نزلناه وأننا لا يحافظون هو مش بقصود العبارات ومقصود كذا المقصود المعنى مالته المقصود الكيان الكيان مالته ككل فمن اجتمع اللجنة رادوها قريشية فقط باللسان قريش فجابوا زيدة بن ثابت قريشي زيدة بن ثابت كان صغير لما عبد الله بن مسعود كان يحفظ سبعين سورة فما خلوا عبد الله بن مسعود لأنه ثقفي من ثقيف فيخافون على اللسان ولكن مع ذلك ضمن الجمع وضمن التنقيط بعدين صارت قراءات والقراءات من يقول عشرة ومن يقول خمسة عشر ومن يقول لا حدودة لها اللي صار أنه بالاختلاف بالقراءة أنه صارت الأحكام تختلف أيضا بمعنى كتبه إلى أثمان أنه جاني واحد والي من الولاد قال أنه هذا يقول كذا وهذا يقول كذا فقرر أثمان أنه يأخذ هذا القرآن وينسخه ويترك القراءين يعني عثمان اكتشف اختلاف القراءات في كل مصر من الأمصار المهودة من هي القراءات الأخرى القرآن عبد الله بن مسعود المتوفي 32 هجرية أعتقد عنده قرآن كانوا علي أهل العراق وأهل مصر أهل العراق وبي بن كعب عنده قرآن كانوا علي أهل الشام وأهل مصر حتى أنه واحدة من أسباب قتل عثمان أو الثورة على عثمان سموه حراق المصاحف ليش لأنه قال وأنا أعتبر الآن معاه الحق لأنه يريد دولة يسوي وهذه الدولة طبعا أنا رأي أنه كان قرار حكيم قرار حكيم بس هو فهذا الآن هذا القرآن متفق عليه الشيعة والسنة وكل الفرق الإسلامية متفقين عليه يختلفون بتفسيره يختلفون تأويله لكن متفقين على عدد آياته 6054 إنما التنقيت مثلا مرحلة التنقيت دي كانت مرحلة قد يدها شو المرء لما يعرف إنه القرآن لم يكن بنقاط حروف بلا نقيا نعرفش ده به ولا نون ما ده اللي يعمل ده الحاجات جابي يوسف الثقافي إلى أي حد نقدر نقول إن إحنا أصاد دور واحد وزير دخلية شارس جدا زي الحاجة الثقاف صحيح وأستاذ لغة في الأصل ومسقف لغة عظيم إلا أنه يقوم بهذه المهمة بمفاق إعراب البعض قرآن بدأ هو اللي بدأها أبو الأسود الدولي وجاب غلامة وقل له إذا لساني فوق خلي أحمر إذا لساني تحت وخلي كذا سموه بالتعجيم هذا يسموه التعجيم اللي هو وضع النقاط على أجل الحجاج طبقها طبقها طبعا بموافقة من عبد الملك بالمروان لكن الحجاج سوا أنه سواها بالوعد والوعد أنه أنت تجيب القرآن غير منقط من كيفك أعطيك ثمنة أنت الضم قرآن عندك تقتل فبهذه الطريقة قضى على المصاحف غير المنقط غير منقط طبعا صار خلال المكافة إن أتيت بمصحف غير منقط وعقوبة لو لدينا عندك مصحف غير منقط فهنا حرق المصاحف إثمان وخلى مصحف واحد وبعدين الحجاج خلى القرآن اللي هو المنقط فقط ولكن طلعت بعض الصور أعطيك مثال مثلا أحد علماء اللغات لما يقرأ لما يقرأ الآية نعطيناك الكوثر فصلي لربك ونحر النشانك هو الأبتر الكوثر شو هو الكوثر عند الطبري عند السنة إنه نهر في الجنة الكوثر عند الشيعة يقولون فاطمة الزهراء لكن بالحقيقة لما تاخذ الكوثر والكوشر اللي هو اللحم الحلال يأتي في سياق الآية هذا مش كلامي هذا كلام أحد البلغاء في اللغات الأرامية القديمة يقول إنه أعطيناك الكوثر فصلي لربك ونحر فهذا الكوشر اللي هو أعطيناك اللحم الحلال مثل مثل هذه واختلفت بعض النقاط وبعضين نوقشت ولما صار إذنه ولذلك حتى الآن في القرآن هذا وما تقدر أنت الخط القرآن تاخذ ما هي تبقى الألف مش موجودة كتابة المصحف غير كتابة اللغة التاعة المدورة والتاعة الطويلة وكل باختلاف خلينا نروح إلى نقطة غاية في الأهمية في كتابك الأخير عن العقاب وبرضو الولعب العقاب خصوصا فكرة حد الردة والسباب وخلينا نعود بعد الفاصل مع دكتور رشيد الخيون في هذا العنوان الكبير العقاب في الإسلام إذن عد إلى مفكرنا الكبير دكتور رشيد الخيون واصل معا هذا الحوار المهم بأسئلته وعناوينه اللي موجودة في كتبه بشكل يعني فايد من المعرفة دكتور رشيد في كتابك العقاب أنا غالي نسأل السؤال الأول هو يعني اهتمامك برصد فكرة العقاب في الإسلام وفي التراث وملاحقة فكرة العقوبات خصوصا أنه نكتشف عقوبات من خلال الكتاب يعني استحدثت ويعني واكتهد فيها وقدمت من خلال شراع المسلمين وليس من خلال القرآن حتى ولا حتى السنة يعني هو يمكن يكون كل كتاب وراء لازم لابد أن يكون هدف يكون دافع يكون دافع إلى دافع هذا الكتاب بالحقيقة هو كثرة حالات الرجم اللي صارت في أكثر من البلد واللي قامت بها المنظمات أو الحركات المتطرفة الرجم النساء أيضا حالات الاختيالات بسبب ديني حثت في اليمن حثت في مصر طبعا عارف أنت من فرج فودة طعن نجيب محفوظ حثت في لبنان حثت في الأردن حثت هذه الحقيقة دفعتني إلى أنه وأنا قاري القرآن قاري القرآن كثير أنا ما لقيت عقوبة في القرآن عقوبة بسبب عقيدة بسبب ديني أكثر عقوبة جنائية اللي هي القصاص أنه نفس بالنفس ولكن أيضا فيها شقول أنه إذا أنت ولي الدم تعفو فهذا خير لكم ولذلك الآن تجد مثلا بالسعودية تجد أعتقد أكثر من بلد أنه لما واحد أبو المقتول إذا يتنازل عن الدم يقبل بالدية فذلك ما يعدم بالشكل هذا يأخذون مننا الحق العام فقط بالقرآن ما موجود لا موجود قتل على الردة لعقيدة مون الحربي المرتد الحربي هذا واحد هذا يرفع سيف ترفع بواجه السيف هذا خيانة خيانة هذا حر عظم ولذلك يبرروها مثل قرضاوي وما قرضاوي وغيرا يبرروها يقول لك لا الردة ثابتة يابا الردة ثابتة هذا كان لحامل السيف أي دولة بدون دين أي دولة يطلع عنها واحد حامل السيف طبعا تواجه لا في عقوبة على الردة ولا في عقوبة على ليسب الذات الإلهية أو يسب النبي أو الأئمة مثل عند الشيعة يقتل ولا على الساحر أيضا فهذه كلها من مين جابوها والسنة أنا أنا اللي خذته وهذا أنوان طلعتها تقريبا أنه القرآن يرد على الفقه القرآن يرد على الفقه يردوا يرد عليهم يعني يرد عليهم بمعنى أنه يقولهم ما فيه أنا ما أخلي عقوبة يعني مثلا ناخذ قضية الرجم الرجم ما في آية وارجموهم لكنهم ما يقولون الفقهاء يقول لك آية الشيخ والشيخة هاي ما يقولون فيه هاي لها ربط بالناسخ والمنسخ يقول لك في ناسخ نسخ تلاوة وثبت حكما كيف أنت نص ما موجود نص كيف حكم ومن ثبت تلاوة ونسخ حكما مثل هاي المية واربعة وشري فقالوا هاي الآية موجودة ولكنها ما دخلت في القرآن طيب أنتم هاي أول مرة السيؤون للقرآن لأنه يقول أنه حافظ هذا واحد ثانيا السيؤون إلى كبار ما كتبوا القرآن كيف هاي الآية اللي هي خمس كلمات ستة كيف ما دخلت فأخذ فأخذوا الناس ورجمت نساء كثيرات بهذا السبب الرجم اللي هو المحصن والمحصنة يعني المتزوج أو المتزوجة هنا هتشدد وراح أفاجأ كذا أجيب لك معلومة والله يمكن يوقف لها الشعر انت تعرف الجامعة العربية متبنية هاي القصة انت تعرف هاي الأحكام الأربعة أنا فوقعت أسسا أنه في يعني قانون في الجامعة العربية يعني في القسم في كتاب حضرت أنا هلعت من وما أخذين أستاذ إبراهيم ما أخذين أشد المذاهب أنه مثلا أنت إجيت ترجم إذا هرب بعض المذاهب تركسيبها لكن أكو بعضهم بعضهم يقولك لا يقتل جامعة العربية طبعا إذا مثلا يقولك يستتاب لا أكو بعض المذاهب يقولك ما يستتاب في كتابين يا أستاذ هناك كتابان اللي هم كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لأحمد ابن تيمية المتوفي 728 هجري محروف يبدو كأنه السلفين شالينهم على كتفه كتفه من كتاب دراحين قيام به يعني الكتاب الآخر الشفى في بالتعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياذ المتوفي 540 هجري وهذا الرجل قتل هو هذا الفقيه قتل بفتوه للعلم إذا تقرأ ذن الكتاب الفتى يفتى زيه 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 من قتل يقتل كده أنت تخاف تخاف شنو يا أخي عشرات حكام الأعدام فيه بينما السب يعني هو يقولك لا تسب الذين كفر أنه يرجعون يسبون الله عند الشيعة جزيدة وعليه على السب أنه من يسب النبي الله يسب النبي وإذا سب فاطمة الزهراء يسب أحد الأم والله عند أحدهم وهو شهير يقول من سمع أحد يسب يقتله في الحال هذه المشكلة يقولك لا هذا قديم لا أخي مش قديم هذا الكتب تنبع بالمعارض وكتب تدرس بالمدارس الدينية وتطبق 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 وتتحول إزراء ديان تتحول إلى إزراء ديان فلو أعد لك الناس طبعا كان يقتل ممكن جلال دين العظم سنة 69 لأنه قال مريم ما نزلت يا أخي هم صدقوا بها المسلمين وغير مسلم ما نزلت وعانت الجيش هنا الفكرة الحقيقية يعني أنه كمان تعريف السب التسع التسع جنوني يعني مفهوم السب بأنه يا سب لو في حد لو في حد يعني يقول أنه سب خلاص فهمنا السب لما تشتب حد تشتبه وتسبه إذا مثلا لما تيجي تختلف تناقش تقول أي شيء على طول ده داخل تحت تبدي السب داخل السب حتى إذا تقول مثلا يا أخي أنا ما أعطيك فلوسك حتى إذا جاء النبي هذا يقتل حتى في القاضي عياب لكتاب الشفة يقول هذا بده ويقال كذا يا رب السماء ما لك وما لنا قد كنت تسقينا فما بدى لك انزل علينا الغيثة لا أبل لك يقول هذا يقتل أو لا يقتل من ناحية أنه فعلا الله ليس له أب لا أبل لك فأقر حقيقة يعني ومن دانب هو قدمها بشكل إهانة فيقتل بس بعض الوقت بتقول إنه حتى قبل النزول آية القلد وإنه الواقعة نفسها وإنه الرجم ما الرجم يهودي أساسا والرجم موجود قد اليهود وهاي العقوبات الدينية موجودة قبل اليهودية يعني مثلا في زمن حامرابي أنه يرمى في النهر ترمى في النهر نهر أيضا موت وكانت حتى هذه الشرائع الآن نتغزل بها إحنا يعني إحنا بعراقيين نتكلم عن شريعة حامرابي نحن أسسنا العدل لا يا أخي هذه الشريعة فيها قوانين ظلم وفيها قوانين كذا في وقتها ممتازة بس إحنا ما نفتخر بها نريد أن نطبقها الآن ما ممكن كذلك بالنسبة للإسلام في أشياء قيلت في الزمن الرسول في زمن الخلافاء الراشدين ولكن الأحكام تتغير بتغير الأزمان وهاي واحدة اللي هو تلميذ ابن تيمية هم يقول يقول الفتوى لها زمانة لكن لما تقول لهم أنه عمر بن الخطاب عطل سهم الملفق لهم أربع أربع نصوص عطل أربع نصوص عطل ويجي الطبري تدري شي يقول الطبري يقول عطلت لزمن الضرورة حرفا الضرورة زي أنت تقول هذا عمر ما قالها يا أخي عمر ما قال الطبري متى توفى أرى 310 هجرية طيب الطبري لما قالها 310 معناها صار لها 1100 سنة عطل عام الرمادة السارق والسارق قطل عطل المؤلف قلوبهم هاي مشهورة من الأول من بدري أو من الأيام الأولى الحكم وعطل الغنائم وعطل المتحة زواج المتحة زواج المتحة فهما يجا وقال لولا أنت عطلت علينا فقال لهم هذا زمان زمان الضرورة وهي مثبتة عند الطبري يقول زمان الضرورة فيبقى زمان ضرورة إذا فعلها عمر ويبقى إحنا لو حد طرح هذا الكلام الآن كافر ومهرطق ومرتد يعني بالضبط لا هم ما يقولون لا هم ما يقولون هذه غير ثابتة سهولة يقول لك هي غير ثابت ما أي شيء طبعا على بينما أشياء غير ثابتة الإطلاب ما لها إلى قرثبات يقولون هذه الشيخ والشيخ الشيخ والشيخ حضرتك في كتابك عن المعتزلة يتكلم على ابن الرواندي ابن الرواندي وكأنه إحنا إزاء شخصية محتاجين إعادة نظر فيها بقوة استعادتها مرة أخرى من أين بيستمد هذه الأهمية اللي بتشير إليها في كتابك أنا كتاب معتزلة البصرة وبغداد اللي في سنة ستة وتسعين النشر سبعة وتسعين بعدين تسعة وتسعين وظل ينشر جبت فيه باب اسمه المرتدون عن الاحتزان اللي هم الأشعري أبو الحسن الأشعري كان معتزلي وعمل الأشعر أها عمل الأشعر ابن الرواندي كان معتزلي وبعدين ضرار ابن عمرو أيضا فابن الرواندي درسته بشكل كبير جدا هذا الرجل مفكر وهذا الرجل نجمع مع ثلاثة اللي هم قالوا زنادقة الإسلام أربعة ابن الرواندي بشار ابن برد أبو حيان أبو حيان التوحيدي وأبو العلال معري هذا طبعا الذهبي يعتقد في كتابه سيارة علام النبلة وأبو حيان التوحيدي أخطرهم لأنه يدس فيه العبارة غير واضح أبو العلال معري قالوا عنه أنه الملحد البارد هذا أبو وفاء ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل المحمبل للعلم بس كلام كثيري أخي شو يسوي هذا أبو الوفاء هو نفسه حكم عليه بالإعدام برضو أي من قبل جماعته ليش لأن لقوه سمعوه يترحم على الحلاج واحد وشافوه يقرب كتاب من كتب المعتزلة مغرد مغرد هرب طرحهم على الحل لأك الصوفي العظيم وريال هرب ففي سفينة كان هارب من بغداد للبصرة فسمع واحد لأن هم شيعة ولي قتله يأخذ جائز قال أين ألقى هذا الكافر ابن عقيل سمعه فراح رجع تائب وكتبوه محظر كبير جدا وهو من كبار شيوخ الحنابل ابن الراوندي أرجع لي ابن الراوندي مفكر بس هو كل هذا كان يقول على محيان التوحيدي لو أخطرهم جميع أخطر ابن الراوندي ابن الراوندي كان معتزلي واللي سببوه لهذا الإيذاء هم المعتزلة نفسهم المعتزلة صحيح نحن فرحانين بهم وبأفكارهم العقلية وكذا لكن عندهم من الإساءات كثيرة لأن هم أبناء زمنهم وعيدهم فتاوة كثيرة رؤيتهم كذا فهم أول ما أسأل فيه كتاب إذا تقدر تطلع عليه للخياء عبد الرحيم الخياط اللي متوفي سنة 319 هجرية اسمه الانتصار على الملحد ابن الراوندي فعلا هذا سوى فضل صاحب الانتصار ابن الخياط ليش سوى فضل لأنه أحيانا كتاب ابن الراوندي فضيحة المعتزلة كانت جاحة ضم ألف كتاب اسمه فضيلة المعتزلة أجي ابن الراوندي رد علي قال له فضيحة المعتزلة فكل عبارة يجيبها يكفروا به هو طبعا مال بعدين مال التشيئ حسبه حسب على التشيئ وظل مختفي في زمن هارون رجل إنما أي مرات الاختلاف الكبير اللي حصل بينه بين المعتزلة على ما هم فيه المعتزلة من يعني رجاحة رأي وانتصار للرأي و للعقل وفضيلة المعتزلة على طريقة القاحز يعني هو تحرف أنت المعتزلة أيضا قدهم قضية الدفاع عن العقيدة ابن الراوندي ما عنده هاي القصة ابن الراوندي قد العقيدة ممكن أنت شون تفهمها يعني المعتزلة هم أصلا حتى في رأي أنه تأسسة المعتزلة حتى يدافعون عن العقيدة ضد الثقافات الثقافة الأخرى وبعدين صيغت قباياهم واختلفوا مع أهل الحديث فابن الراوندي قد بعض الأشياء اللي يتكلم فيها بصراحة مثل عن القرآن يتكلم بها عن الأنبياء يتكلمها يتكلم كلام مفكر أنا من أقول لك المفكر يا أخي والأديب يا أخي طبيعي يجب أن يتمرد إذا ما يتمرد لا يكون أديبا أجيب لك مثل يقول الجاحض نفسه الجاحض أنا عندي رواية ما كان يصلي يعني رواية يقول أنه قمنا للصلاة ولم يقوم الجاحض ويجاي بقصة طويلة ما أطول لك به أنا التقيت مرة في رجل دين من السلطة الآن بالعراق طلب هو أن يلتقي بي ساعتين قلت له أنتم شو علاقتكم مع الثقافة أنتم ملكم علاقة بالثقافة أنتم مع الثقافتكم الدينية وكذا قال لي إيش يا أستاذ رشيد إحنا كذا قلت له قلت له أنت تتحمل الجاحض تتقرأ كتب الجاحض هاي كتب الجاحض من ألفها تمرد الجاحض يالله كتبها فإحنا ما نطلب من مفكر يجب أن يلتزم مية بالمية وهذا قلت لك هذا المتمرد ما في عقوبة عليها في القرآن وإحنا لدينا قرآن فابن الراوندي من هالجانب هذا ومات مختفي ابن الراوندي وحتى ما تتحدد سمن وفاته من الصعوبة تحددها لكن فيه هيام خاصة عند حضرتك بالقاحز جدا وذكرت فيه أكثر من فصل بعناية شديدة لا الجاحض تسمح لنا إحنا نعيد إراءة الجاحض مرة أخرى أشكرك جدا دكتور رشيد الخيون على هذا اللقاء الجميل أشكرك للغاية أشكركم وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله مختلف علي مختلف عليه مع إبراهيم عيسى ترجمة نانسي قنقر